قال وزير المالية البريطاني فليب هاموند انه سيستقيل الاربع القادم من منصبه بسبب الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق وقال هاموند انه في حال اصبح بارد جانسون رئيسا وزراء بريطانيا فان البقاء في حكومته سيتضمن قبول الخروج دون اتفاق في 31 من اكتوبر المقبل وهو الامر الذي اكد هاموند انه لن يقبل المشاركة فيها من لندن ينضم الينا دكتور كامل حواش الكاتب والمحلل السياسية دكتور كامل بعد التحية لحضرتك طبعا يعني ما الذي جعل وزير المالية البريطانية توقع فوز بارد جانسون ويجري هذا الاجراء المسبق بتقديم استقالته يعني هو التنبؤات والتنبؤات كلها ستتسلم عن فوز بارد جانسون في خبات رئاسة الحزم وموقفه لحد الان من الخروج من الاتحاد الأوروبي واضح سيتم الخروج بالتاريخ 31 اكتوبر باتفاق او بدون اتفاق وفليف هاموند بالوقت الحاضر هو يعترض على تحديد هذا التاريخ لانه يكون فيه خطر الخروج بدون اتفاقية فهذا ما دفعه لان يعني يعلن عن موقفه اذا فال المرشح الاخر جيرمي هونت وهذا غير متوقع قال انه سينتظر ليسمع ما سيؤكده بالنسبة لاتجاهه لموضوع الخروج ولكن بما ان التنبؤات تتكلم عن ان بارد جانسون سيصبح رئيس الوزراء فليف هاموند اراد ان يوضح موقفه الاخر وهو سيفهب بيوم الاربعاء في البرلمان يستمع لما يسمى الاسئلة لرئيس الوزراء اتفاقية تريزا مي ثلاثة مرات نعم فهناك الان يعني لعبة ثياثية تتم منها مثلا ان اولا سيذهب بوريس جونسون الاتحاد الاوروبي ويطالب اتفاقية بهذا الاتحاد الاوروبي قال انا لن يغيّر اتفاقية التي حضرتها تريزا مي لكن يمكن الكلام عن اتفاقية المستقبلية الاستجارية فهذا التوقع fiancev هؤسسة مع stoive للبرلمان وتغيير المتوضية الاوروبية فهناك العديد من ما يجعل الحصول على اتفاقية صعب جدا لاي من المرشحين اذا ربحوا ولذلك بوريس جونسون أراد أن يكون موقفه واضحا أنه إذا لم يكن هناك اتفاق ستخرج بيطاني من الاتحاد الأوروبي وهناك لعب سياسية تتعلق بهل يمكن أن يغلق بوريس جونسون البرلمان لفترة تاريخ الخروج وبذلك يسمى الخروج بطريقة أوتوماتيكية بدون أن يكون هناك ولكن هل هذا الإجراف ضمن صلاحيات رئيس الوزراء أن يغلق مجلس العموم في وقت كهذا من تاريخ بريطانيا أو من وقت مهم تمر به البلد في مسألة بريكزيت؟ نعم هو من الطريف أن هذه الصلاحية موجودة من أكثر من 400 عام ولكنها لم تستعمل وهي ستكون ضربة ضد الديمقراطية هو تكلم عن استعمالها ويقول أنه لا يريد أن يفعل ذلك ولكن في الواقع سبق البرلمان هذا القرار بالتصويت على قرار يعني يعطيهم الصلاحية بأن لا يسم الإغلاق حتى يناقشوا موضوع الحدود بين إرندا الشمالية والجنوبية ونعرف هذا موضوع تكتيكي ولكن هذه اللعبة التي تكلمت عاما أن هناك تكتيكات الآن من الطرفين من يؤيد بوريس جونسون ومن لا يؤيده وهم بالذات الذين مع عدم الخروج بدون اتفاقية يحاولون أن يجدوا طريقة ليغلقوا الباب أمامه للخروج بدون اتفاقية طب دعنا ننقش أخيرا مع حضرتك الاحتمال الآخر الأضعف وهو فوض جيرمي هونت برئاسة الوزراء هو يميل أيضا للخروج بدون اتفاق ولكن يعني الخروج هو أقل تشددا في هذه المسألة من بوريس جونسون كيف ستسر الأمور في هذه الحالة؟ هو قال أنه فيعطي نفسه وحكومته يعني لبداية شهر ستمبر بيرى هل هناك بعد التوجه للإتحاد البروكي هل هناك أي فرصة لاتفاق إذا لم يكن هناك بوادر بتغيير وبالذات موضوع الحدود بين إرلندا الشمالية والجنوبية وهذه هي المعدلة الكبيرة فإذا لم يكن هناك بوادر لتغيير الاتفاقية سوف يذهب لموضوع الخروج بدون اتفاقية ولكن إن كانت هناك بوادر وهذا الفارق الكبير بينه وبين جونسون هو لم يلتزم كليا بتاريخ 31 أكتوبر إذا شعر بأن هناك إمكانية للسجول على اتفاقية تأخذ بعض الأيام أو بعض الأسابيع يعني هذا الوضع الذي يميزه عن جونسون شكرا جزيلا لك أستاذ أو دكتور كاميل حواش الكتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من لندن